متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها التهديدات التي وصلت إلى نائب هيكل المكي تهديدات بتصفي الجسدية ما حقيقة هذه التهديدات؟ ما هي الأطراف المتهمة؟ وما هي ردود فعل عدد من قيادات حركة النهضة حول هذه التهديدات؟ فضلا وليس أمرا كانت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس بشتصلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم منسي كل مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو فزع كبير وحالة خوف شديد لدى نائب هيكل المكي هيكل المكي هو نائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان يعني أعلن وأنه تلقى تهديدات جدية بالتصفية الجسدية كان هبت تدوينة على صفحة الرسمية على موقع فيسبوك وأعلن فيها أنه تلقى تهديدات بالتصفية الجسدية وقال هذه التهديدات تطالني من إخوان الشياطين نسبة إلى إخوان تونس يعني الإخوان المسلمين وحلفائهم من التكفيريين وهنا يقصد تلف الكرامة يقول أحمل مسؤولية سلامة إلى رئيس الحكومة ووزير داخلية بن ييبة وإلى رجل الغنوشي الراعي الرسمي للإرهابيين ولن يثنين إرهابكم عن سلوك طريق الحق على حد تعبير التدوينة هذه علق عليها النائب مبروك كورشيدة نائب في البرلمان قال بعد الاتصال بالأخ هيكل المكي واستضاحي حول التهديدات التي وصلت تبين أن الأمر جدي والمعلومة موثقة ومن جهة رسمية زيدة حمايته أمر واجب والحكومة تتحمل كامل المسؤولية في ذلك مبروك كورشيد يزيد يضيف على تدوينة هيكل المكي ويقول أنها فم جهة رسمية أكدت هذه التهديدات نذكر ببلغات أمريكا اللي دعات مواطنها إلى عدم السفر إلى تونس قالت بدعوة تفشي فيروس كورونا ولكن في الحقيقة هي مخاوف أمنية خاصة مع اقتراب 25 جوليا الموعد اللي بشيخجوا فيه توينسا يطلبوا بإسقاط الحكومة أيضا ليبيا دعات مواطنيها إلى مغادرة تونس فورا خلال ساعات إنهم يغادروا كلهم تونس وهذه خليت يعني برشة شكوك حول حقيقة الوضع الأمني في البلاد نذكروا وإنه هيكل المكي هو من بين الناس اللي تطالب وبشدة بالنزول إلى الشوارع لإسقاط المنظومة السياسية وهو من بين الشخصية السياسية اللي طالبت بكثيفة إنه توينسا يخرج النهار 25 جوليا للمطالبة بإسقاط النظام الحالي ولكن هذا راود لقى عليه برشة لهم لأنه الناس قادة تموت وهو قادي خمم في المنظومة اللي حاكمة نلقا وأيضا بعض قيادة حركة النهضة زادة في حالة غضب من هيكل المكي لماذا؟ بسبب أن هيكل المكي أحكي في وقت سابق على عريضة سحب ثقة من رجل الغنوشي وقال اللي هي في لمساتها الأخيرة والتصويت العلني قال بشي يجعل عريضة سحب ثقة من الغنوشي تمر وبأريحية كبيرة وبتابعة الحال علق هيكل المكي في تصريحات سابقة أيضا على تعويذات حركة النهضة وقال اللي الناس جعانة وقالت موت ونسة أخرين يطالبوا بـ 3000 مليار في التعويذات هذه أبرز تصريحاته في الساعات الأخيرة بخصوص حركة النهضة لأحد سحب الثقة التعويذات متى حركة النهضة وغير هذا اللي خلى فمحالة غضب وتململ من قبل قيادات حركة النهضة اللي نلقاه سيد الفرجيني يعلق على هذه التصريحات وقال حملة شيطان للغنوشي والنهضة ودعوة للدم من هيكل المكي وقبله من الربحي ودعوة مفتوحة لحل البرلمان وسجن النواب بعد رفع الحصانة وبالتالي تغيير النظام السياسي والانقلاب على الدستور في وقت كلام كثير وفعل غائب لصالح الشعب من صناع الفتن اللي لازم يحلوا على هذا الوطن نذكره أنه زاد هيكل المكي حكاية على رجل الغنوشي واعتبر أنه سحب الثقة منه هو أصبح مطلب شعبي على حد تعبير هيكل المكي وعلق على إصابة الغنوشي بفيروس كورونا وقال أنه يتمنى لأشفاء العاجل ولكن الاختلاف حاجة في المواقف ولكن الشميتة ما تشمتش في حتى حد أي في أي شخص مريض الغنوشي أصبح خروجه مطلب شعبي وعارضة سحب فقة باش نصبوها في اليامات هذه حسب تصريحاته خلال الساعات الأخيرة أيضا نذكره وأنه هيكل المكي كان من بين الناس المعادية السياسية نحكيه على خصومة سياسية لحركة الإخوان المسلمين ويطالب بصحب ثقة من رجل الغنوشي هذه الدعوات أيضا نعتبرها رفيق عبد السلام سهر الغنوشي بأنها دعوات التحريض والفتنة التي يقودها الرحوي وأمثاله من السياسين الفاشلين المضللين عبر صفحة مدفوعة الأجر من المال الفاسد والمفسد مقالها الفشل الكبير والخسران المبين ستكون هذه مثل سابقتها من دعوة الخراب والفوضى التي لم يلقى لها الشعب بالا طبعا هذه تجي على خلفية المطالبة بالتعويذات وهيكل المكيكين انتقد كما قلت هذا الموضوع في المقابل نلقى أيضا نواب عن ائتلاف الكرامة قادين يعلقوا على الدعوات للخروج يوم 25 جوليا في مظاهرات نلقى عبدالتيف العلوي اللي يعلق على تصريحات فاطمة المسدي فاطمة المسدي المعادية للأخوين لأئتلاف الكرامة لحركة النهضة دي من رحكي على خصومة سياسية قالت في تصريح مؤخرا منذ ساعات أنه نهار 25 جوليا لازم انتردوا لخوينجية والخويفي شدار وعبدالتيف العلوي تهاكم على هذه التدوينة وهذا التصريح اللي أدلت به لوسائل الأعلام وكما زاد انتقد عبدالتيف العلوي طارق لفتيتي اللي هو النائب الثاني لرئيس البرلمان اللي قال إنه لفتيتي يجب أن يرحل وفي الوقت اللي تعاني فيها الرئيسة من التعب يقصد على سميرة الشويشي المقربة جدا من أتلاف الكرامة تعاني فيه من التعب والإرهاق في إدالة الجلسات منذ أسابيع لساعات طويلة متواصلة وفي ظل كلب وجنون والسعار ميليشيات التخريب العبورية والعبو عبورية يقصد على عابير موسي وسامي عبو يقول النائب هذي ينسحب من أشغال المكتب والجلسات العامة ويكتفي كل يوم بالجلوس في المقهى مع الرحاوي وهيكل المكي وبقية الهمج للتنبير والتهريج وربما لأشياء أخرى اللي يقصد بها اللي هي الدعوة والتخطيط للخروج إلى مظاهرات يوم 25 جوليا وقال لم يكلف نفسه يوما إدانة ما يتعرض له الرئيس والرئيسة من عدوين متواصل بل إنه بسلوكه المنحاز بشكل مفضوح إلى قطعان المستهوشين المخربين يشجع ضمنيا على ذلك مادمت لا تريد أن تقوم بعملك فتخلى عن المكتب الوثير والسيارة ووصولات البنزين وتخلى أصلا عن مرتبك كانئب يحترم نفسه ويحلل رزقه قلتها سابقا وأبعيدها ذلك الكرسي أمانة ومسؤولية وهو أكبر منه بكثير وقد حان الوقت للتغيير